كيف بلشت؟ بلشت حلم بلشت اشتغل علي قلت لأ أكيد بقدر أنا أعملها وتعاملها بدي حط خطوات قدامي وامشي فيهم بلشت فيها فكرت خطت طلة بلشت نفزها ما تخيلت أوصل فيها بهذه الطريقة اللي بسرعة بسقلت بعملها سواء أنا اسمي ريان أبو ظاهر من بيروت لبنان درستت علمتها هواية طورتها حبيتها ما بعرف كيف صارت الأمور معي تمشي تكترت معي اكتنتها اشتغلت عليها وصلت لمحل قلت لأ أنا مرة حاجة درقت سيارتي على غير جراج لأعملها لازم معنا حاجة درقت فكرت فيها أكثر طيقة من وقت أكثر حطي درقت مطوف ما بعرف بسيت مطوف لأنه كانت شي سريعة أخبته تطورته بطريقة كتير مهضومة بفكرة كتير حلوة قريبة للعالم حبتها العالم لقيت حالي لأ أنا هذا الجراج ما بيقدي بدي كبره أكتر كبرته أكتر أعطيته من قلبي لأنه هو كان المحل اللي انطلقت منه صارت كبر التيم عندي صارت اتفق معهن أكتر صار عندي طريقة حلوة أكتر إنه اتعامل معهن قلنا يلا نبلي شارت العالم تنبثت بالأفكار اللي بعملها وبطريقة التجاوى وبطريقة كيف وصل الفكرة للزبون لو كان الشخص ما عنده فكرة واطلاع عن السيارة صار يقتنع فيها صار زبون يدل زبون ومشيت معنا هون وصلنا نتطور بشغلنا بطريقة المتابعة اللي كنا دايماً نعمله وصلت للمحل إنه صار بدي دور على إشياء لإلي أنا أمبسط فيها وكانت سيارة الحبيبية هي فورد 1932 كانت لشخص عزيز علي وكان زبون عندي وكنت أنا أشتغل فيها للسيارة من قلبي بطريقة عبر بكل مشاعري فيها فات أنا وياي بعد فترة سافر هو قال لي هاي السيارة أنت الأولى فيها إذا بهمك موضوع أخدتها أنا منه وصرت أشتغل عليها من الأنجن الجير بوكس الأكسيسيريز اللي بنضرها من نجوها الكروم اللي فيها وتعلقت فيها للسيارة أكتر صارت ثنة ورا سنة ثنة ورا سنة بطلت أنا أقدر أطلع عنا للسيارة صار لعش سنين معي بتعامل معا كشخص قريب مني كشي متعلق فيه ما فيه أطلع عنه من هونيك بلشت حالة الحب أنا وياها ياللي هي كليوم بخدها مع فنجان القهوة بتفرج عليها لكون مبسوط السيارة كتير سلسة كتير مهدومة كتير حلوة على الطريق الساسبنشن كتير حلوة فيها بستمتع وبعدني بستمتع وكل مرة بطلع فيها بستمتع مشينا بحالة الحب تعلقنا فيها أنا ملتزق فيها مقدرت أطلع منا ما عندي النية أني أطلع عنا بستمتع بسوقتها سيارة كتير حلوة الساسبنشن ميزانيتك كتير حلوة مشي فيها بسرعة كتير عالية لدرجة اخدين بعين الاعتبار موضيل السيارة وعمر السيارة